السلام عليكم و مرحبا بكم حب و باتين اتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي يجدت لكم اليوم اليوم سنشارك معكم وصفه بزاف سهله اقتصادية و اللي هي قاطو بحبه بيض يعني هذا القاطو تقدر يدريه في اي وقت ما وش راح يشدك امام المكونات متواجدين في اي بيت المهم لبنات ان نروح لطريقة التحضير والمكونات اول حاجة هنا عبر بيض انا هنا درت حبه بيض درتها في الكاس سعلتتي عطتلي كاس غير شوية من البيض يعني قاعد الكيلات باجان نديرها نفس الكيلة سنضغر اللي كالبيض يعني كاس غير شوية بيض سنضيف كاس غير شوية سكر و بعد ان ننسى قرصة الملح و هناك ابنه القرصة الملح مهمة كم الملح سنقوم بقبلي بالمبلح سنضيف كل ملك دهيس سكر و نحاول اخرج نخلط من جميل حتى يذوب كامل افضل الفوو و الباتغ نضيف الكيلة مايزينة لا احب الوزن هو الزيت نضيف الميزينة من البيض من بعد نضيف الزيت يدخل بالخف في هذا الخالط كما رأيكم تروني نضيف الكيلة زيت يعني كسعلاتي غير شوية من بعد البنات اللي عندها الكولون تقدري تديري الكولون اللي ما عندهاش تقدري تديري لفاني يعني لكي الاختية أنا هنا فضلت نديره بالألوان هذا القاطو يعني حبيت ندير ألوان باش يعطي نظرة بزاف شابة وش رايح ندير البنات رايح نديره بذوق البيستاج يعني بملون غذائي لونه أخضر إذا عندك ملون غذائي ديري في هذا المرحلة إذا ما عندك شديري غير لفاني يعني تديري الحلوة تاك راح تجي بيضا أنا هنا رايح نديره باللون الأخضر رايح ندير الكولون كما كم تشوفوا انخلط أمليح من بعد البنات وش رايح ندير رايح نبدأ نزيد في الفارينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة كونطرية وانا نزيد في الفارينة رايح نزيد لها باكي خميرة تعي القاطو خواتي ديما في أي حلوة رايح نديرها لازم الفارينة تغربلوها هاك هاك تستفادا وكاش حاجة تكون فيها وفي نفس الوقت الفارينة تاك بعد ما تغربل القاطو تاك رايح يجي اخفيف اهنا لبنات رايح نحاول لم كامل العجينة حتى نتحصل على العجينة تكون طرية كما رايح نشوفوا انا هنا العجين تاعي ما زالت خصو الفارينة رايح نزيد بالتدريج لازم من يبسش العجينة ومن خليهاش طرية بزاف اهنا راح نزيد لها الفارينة اهنا لبنات كما كم تشوفوا بدات العجينة تاعي تتلم وهي ليكم العجينة اللي تحصلت عليها ضكوش رايح ندير لبنات راح نحطها بشيها ونروح نجيب السني اللي ندير فيه اهنا اذا متواجدين عندك لي كيسات تقدري تديريها الحلوة في لي كيسات اذا ما عندكش ترل السنيت تاك راح ترشيه بالفارينة و رايحة تبدأ تشكلي في الحلوة تاك ما تستعملي لها لا طابع لا والو قلت لكم هاذ الحلوة بالخوف توجديها وحلوة اقتصادية اهنا اللي بناتش راح ندير راح ندير كمية تعجين في يدي نكورو بهذا الطريقة من بعد رايحة نشكلو بهذا الطريقة بصبعي يعني في كل حبة قاطو او في كل شكل رايحة نضغطها بصبعي حتى نتحصل على هذا الشكل هذي مد تطبعيها لا بالبوشون تاع المالا والو غير بصبعك وحاولي تضغطي مليحكها باش من ندخلها للفور ويزيد الحجم تاعها ماهيش رايحة تعاود تطلع لك وتعاود يتخرجها وثانيك تعاود يتبطي لها هذك الشكل راح تديري لها غير هاذ المرحلة تضغطي بصبعك و تدخليها للفور و تخليها طيب في غرضها يعني راح تديري لك من اربع ساعة لعشرين دقيقة و تطفي عليها المهم لبنات انا كما كم تشاهدوا راني بديت انشكل في هذي الاشكال شعلت الفور تاعي على مية وثمانين داراجة درت له من الفوق و من تحته ودرت القاطو تاعي في الوسط نخلي يطيب من بعد البنات بعد ما يطيب و نخرجه رايحة نوريه لكم بارك البنات بعد ما تشكلوا كامل الشكل التاعكم تعليقاتوا قبل ما تدخلوه للفور عاودوا و ضغطوا بسبوعكم هكا بس كي يكون شوية طلع عاودوا هودولو هذك الاخنور و دخلوه للفور اهنا المهم لبنات انا درت هذا اللون الاخضر و زيت لون اخر و اللي هو هذا اللون البنات كيمانا نشوفو درتوا بلاغا متاع الفخاز يعني بنفس الكيلات تلولة درت فيها حبة بيض و سكر و زيت و مايزينا و فارينا و هذك ثاني و هذك ثاني عفوا ندرته بنفس المقادير بارك الالوان غير تقدر يديري على شحال تحبيه لون يعني على حساب اللي كولوران اللي عندك هذا ثانيك راح ندخلو للفور بعد ما نخرجوه نتلعقاو وهنا كما راكم تشوفو القاطو التاعي راه تطعب راني عاد غي كما خرشتو ملفور شوفو البنات الحجم التاع و زيت بس كوناداري له الخميرة تاع القاطو و شوفو البنات خليتو طعب شوية بارك دوغي ما تخلوه شي تحرق لكم و شوفو البنات خليتو طعب بزاف من الفوق حيكا باش مي بس ليش و شوفو البنات خليتو ضغطت بصوب عاملة حبقا الشكل كما هو كون درت بلبو شون رايح يجي لحجم التاعو بزاف كبير و ما يجيش شباب هكا جاء صغير و مام فتحه هذك ما هيش راح تديلك بزاف المعجون او شوكولات انتي باش رايح تحشي المهم خياتي انا رايح نحوم سني و نروح لطريقة التزيين الان ذهب الى الطريقة التزيين لديك جميع شوكولات تستطيع التدري شوكولات معجون تستطيع التقليل معجون انا لبينات اللي شاركته معكم من قبل كنت خدمته من اللي كان وقت المشماش و خبيته في الخانجيلات او الوقت اللي نحتاج الوقت نجبد شوية جميه البنات رايح ندير كمية صغيرة من المعجون في كل طبسي شوفوا البنات المعجون جاني كيمالي ينباع في المحلات و شوفوا البنات رايح عندو6 عامل 6 شهر مازال كما هو المهم خياتي وش رايح ندير البنات هنا رايح ندير الكولوغو يعني اللون الأخضر رايح ندلوا لون أخضر واللون الأحمر رايح ندلوا لون أحمر هنا ما جانيش أحمر جاني غاز بلك لبنات فكرة باش تقتصدوا على رواحكم المعجون ما تكثروش بزيف من يكونوا رايحين تزينو يعني الخطرة لولا انت كي تبنيتك خدمي ديري غير مغرف صغيرة خلطي في هالكولوغو عمري القاطو المهم خياتي اهنا ندير في الكولوغو في المعجون من بعد رايح نجيب مغرف ونخلط مليح الكولوغو باش نبدأ ونعمر القاطو اهنا البنات تحبوا تخلو القاطو كما راه وتعمره بالمعجون تحبي ترشيه كامل بسيك خيغلاس انا اهنا فضلت ان نرشه بسيك خيغلاس باش يعطي منظر بزيف شباب اللي ما عندها جسيك خيغلاس تقدري تستغني عليه اهنا البنات رايح نبدأ نعمر اي في المحطة التائي باستخدري كما راه تشوفو الاخضر لونه اخضر يعني لونتو بالقلوغو والاحمر ثانيك هاكا انا راح نكمل كامل الكمية من بعد اللي بنات راح نديرو في طبسي ونوريه لكم في الاخير كيف يخرج ليه كما تشاهدون البنات بعد كملت القطو التاعي كملت كامل كونفيتير شاهدوا البنات بزاف شباب شاهدوا اللون الاخضر جو ولا ارواح مم اللون هذا الغوز ثاني بزاف شباب هنا البنات بارك كان عندي شوية كوكا وخضر رشيتهم من فوق يعني غير حبات باركا وخرجت لي كمية كبيرة انا هنا احبات بيض يعني حبة بها اللون الاخضر والحبة الثانية قدرت بيها اللون الوردي اهنا البنات شرح عندي رح نجيب لكم حبة ونقسمها قدامكم هكا باش تشوفوا هذا القطو كيف يجب شوفوا البنات كيفاش راح طايب بلتحتها اهنا رح نقسمها وتشوفوا شوفوا البنات ايجي اطرية فتت يعني تعقهوة تعصباح والقهوة تعشية مم ايجيك ضيفة على غفلة رح توجديه في خمس دقائق مم با ما هوش رايح يشدك يعني ما فيهش مقادير بزاف وما نظرتو بزاف شابه شوفوا البنات انا هنا نحاول نفتو لكم وشوفوا البنات غير نحط عليه صبعي راح يتفتت يعني ايجي اطرية وراككم على شوفة العين تشوفوا فيه المهم حبوباتي نتمنى الفيديو كان نعزبكم صلاخيتي ما كنت تتغيل عليكم الى فيديو اخر ياربي انسيبكم بخير برك ما تنسونيش في التعليقات ولي لايك تابعكم اللي بزاف يفرحوني